خير، بزاك عم أيمان أهلاً، بزاك عم كيب وبتأخر عليها ليه؟ معليش بقى عم أيمان، معه الشريط كان حلو أوه بصراحة قولت مش هينفع سيب ولا مش بوتاني ليش يا سيدي؟ يا لهوي، كله دي أفلام؟ مين دي؟ دي واحدة ديها بتشتغل عندنا، فأنا قولت أجيبها معيانا عشان لو أنا مش فاضي توبقية تجي تودي الشريط ودي هتعرف تجيب وتودي الشرائط اللي بيبقوا بهايمي عم ايب عليك، بتقلقش المهمي بس اقول لي، أخبار الشريط أم خمسة إيه؟ بقت بستة يا صاحبي ليه يا عم أيمان كده؟ ما كانت من شهر بأربعة بس؟ يا عم أنا بجيبهم بصعوبة وبعدين اضطلب عليهم كتير وبعدين يعني يفتح معايا كده عشان نعلمها، شريط أبو ستة بستة ولا إيه؟ ماشي يا عم أيمان خد بقى ده، شريط مني ليك لسه نازل حالاً، تمام؟ لحد يشاهدوا قريتين بس لسه نازل، قد كده، هو بخمسة بس حبيبي ماشي يا سيدي، انت عملي يا بات؟ ايه ده؟ انت عملت إيه في الشريط؟ والله ما عملت حاجة بيه زي تفتح الشريط كده؟ تعرف لو كانت حصل له حاجة كنت ساوت تعشتك والله ما أقصد، والله؟ معلش يا عم أيمان، حصل خير ينفع كده يا كريم؟ معلش، مش قصده، معلش بقى تعملش كده تاني يا خوخة، ماشي؟ والله خلاص، حاجك علي يا أخوي، حاجك علي خلاص بقى يا عم أيمان، مش عزة يا حاجة؟ هنت يرح حصل خير يا سيدي ماشي يا عم أيمان، يلا يا خوخة، يلا بينا ماشي 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 في حاجة يا سيدي كريم؟ لا مفيش، أنا هسرع بس الفيديو، وألبسها فيك أنت يا لهوي، وأنا عملت لك حاجة؟ بي أصدر معك يا مخبولة، تفضلي كده لحد إمتى يعني؟ طب أصعدك في حاجة؟ لا، خليك زي ما انت، أنا هاخد الفيديو ده، هوصله في التلفزيون عندي أه، بقولك ايه، أنا هنام، اوعي، تفتح عليها الباب وورا تصحيني انت مش قلت هتتفرج على التلفزيون؟ هتتفرج وأنا نايم، سكوتي انت بس، وتفتحش عليها الباب، ماشي؟ إيه باجا الكلام دي، انت هترجد ولا هتتفرج على التلفزيون؟ شش، ملكش دعوة انت، أنا هتفرج وأنا نايم، المهم انت اوعي تفتح عليها الباب، فهمة؟ انت بتفرج كويس شاقت ماما إيه اللي نعيش فيها يا بدي، مش هينفع يا حبيبي، فيها إيه بس؟ ده إحنا كده هنوفروا لتجوز بسرعة يا سلام؟ هم؟ فرحيت أنا بمتجوز بسرعة بعيش حياتي كلها متكتف هم متكتف ليه إن شاء الله؟ متكتف ليه؟ أصلا أنا، شكرا برسيق، قبل ما بناني، بس الدماغي في قوضة، ورجلي في قوضة، وإيدي في قوضة تالتة خالص يعني يا بنتي، انت بتفكريش؟ يا بنتي الزوب مننا ما بيرتحش، خرم عمراتها في بيت وأحمارة يا حبيبي، يعني إحنا هنعيش في الصلاة، ما إحنا برضو هيبقى لنا قوضتنا مقفلة علينا؟ برضو لأ، عاديم انت عبيتة ولا إيه؟ ده إنتي أساساً مفروض تقنعين نعيش لو أحدنا، تيجي تقوليني نعيش مع أمامة رو بصة كل أم كده وفكر هتلاقي فكرة حالة مش عايز يا أفهم بعدين فكرت، ومش عايز أنا مش عارفة أنت عامل كده ليه؟ يا حبيبي، أنا بسهلة عليك وأنت تصعبها قولك إيه؟ ماشي، وأنت دي ترقى معايا، عارفة ليه ولا مش عارفة؟ أم عشان بتسيبي ودنك الجميلة دي لأي حد، يرغي، 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 ومش بعيدي بوظلك حياتك يا بنتي ده نايز تقوليني نشرب إيه؟ ونخلي في إمتة؟ ونعمل إيه؟ إيه ده في إيمال؟ وإنت قافش ليه إنهاية لأيلالي؟ قلت لك فكريتي أنا طب نفرض مثلاً إنهاية لقالتلي، ما هي برضو منطق وعايزة مصلحة لك ريمة، الكلام خلص، وعد يومك على خير لو سمحتي طب خلاص خلاص بقى خلاص، هوا إحنا خارجين نتبسط ولا نتعاكني قولي لنفسك ستاني طب لا، طب بحبك بقى فوق التكشرة دي بقى اشتركوا في القناة 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 ايه يعني شبكة ومعرة يتجوزك؟ لا يا هابلة انا ما عملت رزيك انا مسكت في الفرصة اللي جاتلي بأيديا واسناني وبعدين هي الناس اللي زادي ببصرنا ولا تتجوزنا انا فضلت مسيطرة على الراجل لغاية ما جبته على بوزه والنتيجة هي فلوس ودهب طوله عمري ومن ساعة ما شفتك على السلم انا بقول عليكي من سهلة طوحات اه تعمليها بالزبط عشان يدولك الحاجات دي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة